في لقطة النهاردة مليون جنيه مليون جنيه سترليني هاريكين وهو خارج من الملعب في الديئة سبعين انا قلت يا سعوز جد في حد بيخرج هاريكين من الملعب افضل مهاجم في العالم واحد من افضل المهاجمين اللي جون في تاريخ انجلترا ان لم يكن افضل مهاجم جيه في تاريخ انجلترا بالفعل كابتن المنتخب كل حاجة والفرقة مغلوبة ويطلعوا في الديئة سبعين يا طرى يا هلطرى الهدف التاريخي افضل مهاجم في تاريخ انجلترا كابتن منتخب انجلترا لما يخرج في الديئة سبعين قدام مدرب ضعيف جدا زي سعوز جد المفروض تفرج على مشهد عامل السعي المفروض يبقى المشهد عامل ازاي هاريكين بقى يروح عارفين انتوا المشاهد اللي احنا بنشوفها عندنا دي لو راح خبط في الزيز الماية مزع للمدرب تبتخرجني انا تعارف انا مين ده انا هاري انت مش عارفني هدف الدور انجليزي كزا مرة هدف باير ميونيخ افضل لعب في انجلترا بتخرجني انا ولا الهوى ولا الهوى عايف لو عمل مشكلة كنت هتديهه الاعزال اللي انا قتلك دي كلها و هتضيف عليها كمان انه فرقته او منتخبه خسران فكان مضغوطه نفسيا والمدرب ضعيف ساوس جدا ورغم كده احترافية مفيش بعد كده وان كان وان كان لازم هاريكين يفهم انه نحس بقى واضح ايه الراجل مش عارف ياخد بطولة الراجل اللي عارف ياخد مع توتنهام ولا عارف ياخد مع بايرن ولا عارف ياخد مع المنتخب الانجليزي وكثير من الاحيان بيوصل لاخر نقطة ودايما بيخسر نحس بصراحة وبشرك عليه بشرك عليه جدا ان هاريكين ده رصيده لازم كان من المفترض انه يبقى مليان بالبطولات بس هو عنده بطولات فردية كثيرة لكن مع فرق او منتخبات حظه وحش اوي اوي اشتركوا في القناة